خلف هذه الأسلاك الشائكة والجدران الباردة آلاف الحكايات لأسرى فلسطينيين يقبعون في سجون إسرائيل هذا سجن عفر الإسرائيلي الذي تبين فيه إصابات في وباء كورونا أحد الأسرى الفلسطينيين خرج من هذا السجن وأجريت له الفحوصات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية تبين أنه يحمل للفيروس كورونا كل ذلك مؤشرات لخطر كبير لظروف حياة معيشية صعبة في داخل السجون وحشر أعداد كبيرة في مساحات صغيرة قد تضع الجميع في خطر جماعي وانتشار سريع للمرض في داخل السجون ولأسرى البواسل وبالتالي على كل الجهات الرسمية والشعبية والأهلية أن تشكل عامل ضاغط للإفراج الفوري وبدون تردد لإنقاذ حياة الأسرى من خطر الموت الجماعي المحقق في ظل إلى هذا الانتشار للوباء الذي يهدد الإنسانية في كل دول العالم حتى الآن السلطات الإسرائيلية لا تعتبر هذا المكان موبوءا ولا تزال تحتجز المئات من الأسرى الفلسطينيين داخله مناشدات فلسطينية من جهات فلسطينية مختصة نادي الأسير هيئة شؤون الأسرى طالبت جهات دولية ضرورة التدخل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تحديدا المرضى منهم والذي يتجاوز عددهم السبعمائة أسير فلسطيني مريض بأمراض مزمنة إلى جانب الأطفال والنساء لكن حتى الآن لم تلقي إسرائيل بالا لهذه المناشدات الفلسطينية والدولية والخوف من تفشي وباء كورونا في سجون إسرائيل وقد يكون ذلك مفجرا للأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية في رسلت فيسكاينيوز عربية من أمام سجن عفر الإسرائيلي غربي رامالله